الفراغ البارد هذا السديم هو أبرد مكان معروف في الكون حرارته أقل حتى من حرارة الفضاء نفسه تصل إلى ما يقارب الصفر المطلق مجرد الاقتراب من هناك يعني تجمد كل شيء فوراً العلماء يسمونه ثلاجة الكون الطبيعية لكنه أقرب إلى تابوت جليدي ضخم في قلب المجرة الانفجارات النجمية السوبرنوفا عندما ينفجر نجم ضخم في نهاية عمره النتيجة هي السوبرنوفا انفجار ضخم يضيء المجرة كلها لأسابيع أو شهور قوة هذا الانفجار مرعبة لدرجة أنه يمكن أن يمحو كواكب وأنظمة كاملة من الوجود ما تبقى بعد الانفجار قد يتحول إلى ثقب أسود أو نجم نيوتروني غموض إشارة ووة في عام 1977 التقط العلماء إشارة راديوية قوية استمرت 72 ثانية فقط كانت غامضة ومختلفة عن أي شيء آخر سمعوه من قبل سجل عالم الفلك الذي رصدها كلمة وو بجانبها على الورق ومن هنا جاء الاسم حتى اليوم لا أحد يعرف مصدر هذه الإشارة هل هي ظاهرة طبيعية مجهولة أم رسالة من حضارة ذكية بعيدة الفراغ المظلم العظيم تخيل أنك تنظر إلى الكون لترى مناطق مليئة بالمجرات والنجوم ثم فجأة تجد مساحة هائلة تكاد تكون فارغة بالكامل هذا ما يسميه العلماء الفراغ المظلم العظيم حجمه يصل إلى مئات الملايين من السنين الضوئية ولا يوجد بداخله تقريبا أي مجرة أو نجم الأمر يثير الرعب لأنه يتحدى فهمنا للكون لماذا توجد مساحة بهذا الحجم بلا أي شيء تقريبا؟ هل هو مجرد صدفة كونية؟ أم أن هناك شيئا غامضا يبتلع كل ما يقترب منه؟ الثقوب السوداء الثقوب الأسود هو المكان الذي تتحطم فيه قوانين الفيزياء جاذبيته مرعبة لدرجة أن الضوء نفسه لا يستطيع الهرب أي شيء يقترب من حدوده حتى الكواكب أو النجوم يختفي إلى الأبد في الداخل العلماء يصفونه بأنه نقطة لا عودة حيث يتوقف الزمن بالنسبة لمن يعبرها تخيل وحشا كونيا يجلس صامتا في الفضاء يترقب ويبتلع كل ما يقترب منه الثقوب الأسود الهائل تي اون ستمائة وثمانية عشر إذا كانت الثقوب السوداء العادية مرعبة فتي اون ستمائة وثمانية عشر شيء يفوق الخيال هذا أضخم ثقب أسود نعرفه حتى الآن كتلته تعادل أكثر من ستة وستين مليار شمس حجمه مرعب لدرجة أنه يمكن أن يبتلع نظامنا الشمسي كله كما لو كان كرة صغيرة ما يزيد الرعب أنه يبعد عنا مليارات السنين الضوئية ومع ذلك يمكننا رصد إشعاعه ما يدل على قوته الهائلة النجوم النابضة هي بقايا نجوم ماتت منذ ملايين السنين لكنها لم تنطفئ تماما بدلا من ذلك تدور بسرعة جنونية قد تصل إلى مئات المرات في الثانية وهي تبث إشعاعات قوية ومنتظمة أشبه بنبضات قلب كوني ضخم عندما سجل العلماء إشاراتها لأول مرة ظنوا أنها رسائل من كائنات فضائية ذكية لأنها بدت دقيقة جدا ومنظمة النجوم النيوترونية هي المرحلة النهائية لانهيار نجم ضخم تخيلوا أن كتلة شمس كاملة يتم ضغطها في كرة لا يتعدى قطرها 20 كم فقط الكثافة هنا لا يمكن تصورها ملعقة صغيرة من مادة النجم النيوتروني يمكن أن تزن مليارات الأطنان سطحه قاس بشكل لا يمكن تصوره وحقله المغناطيسي أقوى من أي شيء نعرفه في الكون المجرة الكانيبالية ليست كل المجرات مسالمة بعضها يتحرك في الفضاء مثل وحش جائع يبحث عن مجرات أصغر ليلتهمها باستخدام جاذبيتها الهائلة تجذب المجرات القريبة وتدمجها داخلها فتبتلع النجوم والكواكب وحتى الثقوب السوداء الخاصة بها هذه الظاهرة شائعة جدا لدرجة أن مجرتنا درب التبانة نفسها تقوم الآن بابتلاع مجرات أصغر حولها الإشعاعات الكونية المميتة الفضاء ليس هادئا كما يبدو هناك أمواج من الأشعة عالية الطاقة تتحرك بسرعة الضوء قادمة من النجوم المنفجرة والثقوب السوداء هذه الإشعاعات غير مرئية لكنها قاتلة يمكنها تمزيق الحمض النووي للإنسان وإطلاف خلايا جسمه في ثوان على الأرض نحمي أنفسنا بفضل الغلاف الجوي والمجال المغناطسي لكن لو خرج الإنسان بدون حماية إلى الفضاء فلن يستمر طويلا قبل أن تتحول هذه الأشعة إلى حكم بالإعدام الظلام الكوني رغم وجود مليارات المجرات والنجوم أكثر من تسعين بالمئة من الكون عبارة عن مادة مظلمة وطاقة مظلمة لا نعرف عنها أي شيء تقريبا تخيل أن معظم الكون محجوب ومخفي لا يرى ولا يكتشف وكأننا نعيش وسط سر كوني ضخم لا نفهمه هذا الظلام الكوني هو أكبر لغز يواجه العلماء حتى اليوم الكواكب الجحيمية هناك كواكب خارج مجموعتنا الشمسية لا يمكن حتى تخيل العيش عليها مثل الكوكب HD 189,733B الذي تهب فيه رياح بسرعة 7000 كم في الساعة بينما السماء تمطر بلورات زجاجية حادة تتحرك بشكل نفقي بسبب العواصف مجرد تخيل الوقوف هناك يعني الموت بشكل فوري ومروح الأصوات القادمة من الفضاء على الرغم من أن الفضاء صامت سجلت ناسا موجات راديوية حولت إلى أصوات يمكن للبشر سماعها ما سجل كان مرعبا بحق أصوات صفير همسات وحتى ما يشبه الصرخات من الفراغ الكوني هذه الأصوات ليست موسيقى كونية جميلة بل ترددات غامضة تجعل المستمع يشعر كأنه يستمع إلى أشباح الفضاء الموت الحراري للكون أحد أكثر السيناريوهات رعبا لنهاية الكون في هذا المشهد سيستمر الكون في التوسع حتى تصل النجوم إلى نهايتها وتنطفئ تماما لن يتبقى أي مصدر للحرارة أو الضوء سيصبح الكون مكانا باردا ومظلما وصامتا إلى الأبد موت بطيء وكامل للوجود نفسه الكواكب اليتيمة تخيل كوكبا يطفو وحيدا في أعماق الظلام بلا شمس تدفئه ولا مدار يربطه هذه الكواكب التائهة أو الكواكب اليتيمة تجوب الفضاء في عزلة تامة سطحها متجمد وغالبا بلا أي حياة مجرد عوالم باردة ووحيدة تتحرك في صمت أبديا السديم على شكل الجمجمة في أعماق الفضاء يوجد سديم غازي ضخم يبدو وكأنه جمجمة بشرية عملاقة تبتسم من الظلام ألوانه المضيئة تجعل شكله مرعبا وكأنه وجه ميت يطل علينا من الكون العلماء أطلقوا عليه اسم اسكل نيبولا ومع كل صورة جديدة له يزداد الغموض هل هو مجرد صدفة شكلية؟ أم أن الفضاء يعرض لنا وجوه الموت بطريقته الخاص؟ الكواكب المظلمة توجد كواكب غريبة لا تعكس أي ضوء تقريبا سطحها أسود بالكامل مثل الفحم لدرجة أنها تكاد تختفي حتى لو كانت بجوار نجم ساطع هذه الكواكب تمتص أكثر من 99% من الضوء مما يجعلها أشبه بكرة من العدم تطفو في الفضاء مجرد رؤيتها يعطي إحساسا بأنك تنظر إلى حفرة سوداء تتحرك ببطء وسط النجوم النيازك القاتلة الفضاء مليء بصخور عشوائية تتجول بسرعات هائلة بعضها صغير ويتفتت في الغلاف الجوي لكن هناك نيازك ضخمة استضام واحد فقط من هذه النيازك بالأرض كفيل بمحو مدن أو حتى إنهاء الحضارة البشرية تماما ما يجعلها أكثر رعبا أن الكثير منها لم يكتشف بعد وقد يكون واحد منها الآن في طريقه نحونا دون أن نعلم المذنبات الضخمة ليست مجرد ذيول جميلة نراها في السماء بعض المذنبات ضخمة للغاية مكونة من الجليد والصخور وأكبر من مدن أو حتى قارات بأكملها عندما تدخل هذه المذنبات النظام الشمسي تتحرك بسرعات هائلة وإذا اصطدمت بكوكب فستكون النتيجة كارثية وجودها في فضائنا يذكرنا بأننا نعيش في كون خطير حيث تهديد مدمر قد يأتي من أي اتجاه في أي وقت موسيقى